اشتركوا في القناة في الانسداد والجلطات وبتضمر حياة كثير من المصريين في دراسة عملناها للجمعية واتنشرت واخدنا عينات من جميع انحاء المحافظات في مصر اتشفنا ان اول معدل للاصابة بالقلب كان بيصيب المدخنين نسبة التدخين عندنا عالية جدا سواء كانوا للشباب الرجال والذكور والاناس وتاني حاجة زيادة الوزن والسمنة في حالة ازدياد بالاضافة الى السكر يليهم بعد كده ارتفاع الكوليسترول في الدم طبعا دي كلها حاجات لو احنا محاولناش ان احنا نمنحها حنلاقي الاصابة دي هتبقى اعلى واعلى ولقينا في عمر معين كده بيصفي الناس بجلطات القلب في سن مبكر من سن الاربعين الى خمسة واربعين وفيه اصغر من كده نحاول بقدر الامكان بقى ان احنا نمتنع عن التدخين وناخد اجراءات نوقف في التدخين في المقاهي نوقف في التدخين في البيوت حتى في الحضائق العامة في الفنادق العالم كله واقف في التدخين ده ومنعه في اي مطعم تدخله في اي فندق تقعد فيه كله ممنوع التدخين حتى الحضائق العامة ممنوع في التدخين لكن الازدياد اللي احنا فيه في التدخين ده شيء سيء وبيؤثر بالسلب على صحتنا الحاجة التانية زيادة الوزن زيادة الوزن اصبحت النهاردة في طراض وبدون وعي كده الحاجات الاكل تيكاوي والبشروبات الغازية اللي بره والجلوس امام التلفزيون لفترات كبيرة والموبايلات واللابتوبس مش حد يتحرك الحركة والماشي واشتراك في جيم ان احنا نحاول ان احنا نمارس رياضة يومية كل ده بنقلل الوزن ونبتعد عن الكربوهيدرات اللي هي المواد السكرية العالية والنشوية العالية ده حياة صحية لازم نبقى عارفينها بالنسبة له الكوليسترول الكوليسترول طبعا ده ده سبب اساسي ومهم جدا في السداد الشرايين وهو الكوليسترول منخفض الكسافة اللي هو الالد الكليسترول لحد النهاردة ما زالت الناس بتعتمد على الاساس الناس اللي هي عالية الخطورة او اللي عندهم سكر وعندهم القلب وعندهم ضغط الدم وفي بعض العائلات عندها موروص عائلي بارتفاع نسبة الدهون في الدم ده لازم الالد الالد ده ينزل تحت مستويات السبعين ميلي جرام فمش مجرد ان انا اجد التحليل بتاعي قل وصل مية او سبعين ان انا اتوقف عن اخذ مضادات انخفاض الكوليسترول يجب ان انا استمر ويجب في نفس الوقت ان انا اتابع واوصل للنسب اللي مسموح بها بدوليا علشان نحافظ على صحتنا الصحة غالية الصحة امانة ويجب ان احنا نحافظ عليها واتمنى لكم كلكم الصحة والعافية